في ضوء الاهتمام بقضية التطرف الذي تمارسه بعض الحركات والجماعات نظم مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة مؤتمر واقع التطرف وعوامله لدى الناشئة في المجتمع العربي والذي بحث من خلاله أسباب التطرف وكيفية محاربته تفاصيل أكثر مع الزميلة إيمان شرف لم يكن يوما لتعتلي فيه الأمم إلى الرفعة والسمو لو لا فكر شعوبها المتنورة المتأهبة للوقوف أمام ذاك التطرف الذي تمارسه بعض الحركات والجماعات البعيدة عن الوسطية والتسامح ومن هذا المنطلق يأتي مؤتمر واقع التطرف وعوامله لدى الناشئة في المجتمع العربي بتنظيم من مركز معلومات المرأة والطفل الموضوع اليوم في هذا المؤتمر قضية مجتمعية لها أبعادها وتنعكس على حياتنا الاجتماعية الاقتصادية الأمنية فأصبح موضوع التطرف موضوع يتداول ولم تجرى عليه دراسات بالمفهوم اللي نكشف فيه عن مسائل ونضع له توصيات اليوم في هذا اللقاء المميز بحضور عدد كبير وأيضا حضور معالي عمر موسى معانا والباحثين اللي أعدوا الدراسة من مركز ابن خلدون الاجتماعي يبرز المؤتمر الأهمية العلمية لقضايا الناشئة والشباب وتضعها ضمن أولويات صنع السياسات والخطط الوطنية وتحدد أسباب التطرف والعوامل التي تساعد على التطرف كما أن المؤتمر يقدم توصيات لخفض التطرف والوقاية منه واقع التطرف في الوطن العربي هذه من الدراسات المهمة اللي هي دراسة إقليمية على 14 دولة عربية بما فيها دول الخليج كاملة هذه الدراسة مهمة لكل الدول على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي لأكثر من سبب السبب الأول أنها بتعالج قضايا الشباب وأحد أهم المخاطر والتحديات اللي بتواجه الشباب العربي بشكل خاص وهو موضوع التطرف هذه الدراسة تناولت موضوع التطرف أسباب وعوامل التطرف مستويات التطرف وعوامل الخطورة للتطرف في العالم العربي هذه دراسة من أوائل الدراسات اللي تناولت هذا الموضوع على مستوى إقليمي على مستوى عربي وخلال المؤتمر طرحت أول دراسة عربية تسعى لكشف أسباب التطرف من قبل مركز ابن خلدونة للدراسات والأبحاث بالأردن حيث أوصل بحث على تفعيل برامج اجتثاث التطرف للتمكن من توفير مخرج من الإرهاب وخفض العنف وإعادة التوجيه للالتجاهات الفكرية للمتطرفين للتخلص من هذه الآفة التي تهدد أمن الدول إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين